أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على دفع المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تحظى باهتمام القيادة السياسية وتعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين حيث أكد مدبولي أن يتابع بشكل دائم سير العمل في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تدليل أي عبت عقابات ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للأعوام من 2020 إلى 2025 لافتا إلى استمرار التعاون والتنصيق الدائم مع جميع الجاهات بالدولة وشركاء التنمية لاستقطاب المزيد من الاتثمارات